اشتركوا في القناة يقول ابن القيب رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق مقلفي أما المنادي ينادي يا أخل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستون على ظورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هلاك فلم يغادر الداعين منهم أحدا أمر الرب تعانى بكرسه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كسبان المس حتى إذا استقروت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يثق الموازيننا فلم يدخلنا الجنة هو يزحزحنا للنار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرك عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلالهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادهم أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عباد أين عباد أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أم قد رضينا فارضعنا أم قد رضينا فارضعنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرضنكم لم أسكنكم جمتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذا يا رب ألم تغفر لي يا رب ألم تغفر لي شكرا يا رب ألم تغفر لي أبقى طبعا Wolff